بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد ورامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي الثاني التأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة التربية الفنية عنوان درسنا لهذا اليوم تلوين مكعبات بألوان خشبية المجال المستهدف الفني المجال المساند الحرك الدقيق الهدف العام أن يتعرف الطالب وطالبة على تدرج الألوان في تضليل المكعبات بالألوان الخشبية الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب وطالبة تقنيات التضليل لتحويل شكل ذي بعدين لشكل ذي ثلاثة أبعاد أن يطبق الطالب وطالبة خطوات رسم المكعب وأن يلون الطالب وطالبة واجهة المكعبات بألوان خشبية قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أولا نجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها ثانيا أستمع إلى الدرس بتركيز ثالثا متابع الدرس حتى انتهى الوقت المخصص طيب طلابي لدينا هنا صديقنا خالد لدينا هنا الطالب خالد تخرج من المرحلة التأهيلية بعد التخرج قرر خالد تعلم فان تدرج تلوين المكعبات بالألوان الخشبية وهنا توجه خالد للمعهد ووجد معلم في نون الرسم لدينا هنا اللي هو المعلم أحمد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد المعلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأل خالد المعلم أحمد ماذا يمكن أن أتعلم عن تضليل المكعبات بالألوان الخشبية في المعهد قال له المعلم في البداية سوف نتعلم يا خالد التضليل والتضليل خذنا سابقا وهو إبراز مناطق الظل والنور في الرسم مثل ما نشاهد هنا لدينا هنا هذا المكعب في الأعلى أبرزنا مناطق النور وتكون لدينا بلون فاتح ولدينا هنا مناطق الظل تكون لدينا بلون أغمق إذن هنا الآن يطلعنا المعلم على ماذا التضليل والتضليل إبراز ماذا مناطق النور وأيضا الظل والتضليل يكون باستخدام ماذا باستخدام قلم رصاص أو اللي هو ألوان خشبية وأيضا ألوان الباستيل إذن التضليل يكون باستخدام قلم رصاص واحد أو الألوان الخشبية مثل ما نشاهد هنا لدينا في هذه الصورة أو ألوان الباستيل أيضا يذكر هنا المعلم يقول التضليل من الأشياء المهمة في الرسم لماذا يمعلم لماذا التضليل من الأشياء المهمة في الرسم لأنه يعطي للرسمة واقعية أكثر مثل ما نشاهد هنا هذا المكعب استخدمنا فيه اللي هو التضليل بالألوان الخشبية لدينا هنا تدرج الألوان فأصبح لدينا هنا هذا المكعب واقعي أكثر إذن هنا لدينا النور ممكن أن يأتينا بشكل جانبي وممكن يأتينا بشكل اللي هو أفقي أو بشكل خلفي إذن هنا التضليل يعطي للرسمة واقعية أكثر طيب طلابي لدينا هنا المعلم يقول هيا بنا نضع الرسمات المضللة على السبورة الموضحة أمامي لدينا هنا مجموعة من المكعبات أخذنا سابقا لدينا فيها يكون زوايا نور تكون فاتحة ولدينا يكون فيها زوايا الظل اللي هي تكون أغمق بقليل نشاهد هنا الرسمة الأولى نشاهد هنا هذا المكعب ها طلابي هل هذا المكعب استخدمنا فيه تقنية التضليل؟ هل يوجد فيه زوايا اللي هو نور وظل؟ هل شكله واقعي؟ إذا كانت صحيحة نضعه هنا على السبورة؟ نشاهد؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذن هنا لدينا هذا المكعب استخدمنا فيه تقنية التضليل وظلنا بالألوان الخشبية طيب لدينا هنا أيضا هذا المكعب هل استخدمنا فيه تقنية التضليل اللي هو بشكل جانب؟ لدينا هنا زوايا نور وزوايا ظل؟ هل شكل هذا المكعب واقعي؟ إذا كانت الإجابة صحيحة نضعه هنا على السبورة نشاهد أحسنتم إجابة صحيحة إذن هنا هذا المكعب الأخضر استخدمنا فيه تقنية التضليل لدينا هنا زوايا النور تأتينا بشكل جانبي وهنا لدينا زاوية النور تأتينا من الأعلى طيب طلابي نشاهد هنا هذا المكعب هل استخدمنا فيه تقنية التضليل طلابي؟ هل يوجد فيه زوايا ظوء وظل؟ هل شكله واقعي؟ ها طلابي نشاهد هل يوجد فيه زوايا ظوء وظل؟ أم لون موحد؟ أحسنتم لم نستخدم فيه تقنية التضليل نشاهد هنا شكله أو لونه موحد بلون واحد إذن هنا اكتملت لدينا الإجابات الصحيحة طيب طلابي فيه دروسنا السابقة أخذنا بعض تقنيات التضليل لدينا هنا هذا السؤال يقول أين تقنية تضليل التهشير المتقاطع؟ أخذناه فيه اللي هو التلم الأول ها طلابي متقاطع ذكرنا ماذا؟ تكون ماذا؟ خطوط؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذن هنا لدينا تقنية تضليل التهشير المتقاطع تكون بماذا؟ بخطوط متقاطعة مثل ما نشاهد هنا في هذه الصورة أيضا من تقنيات التضليل أخذناها سابقا تهشير متوازي أين هي تقنية تضليل التهشير المتوازي؟ هل هي هذه الصورة؟ أم هذه؟ ها طلابي خطوط ماذا؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذن هنا لدينا تقنية تضليل التهشير المتوازي تكون بخطوط متوازية طيب طلابي قبل البدء بالتضليل والرسم لدينا هنا نختار القلم المناسب سواء قلم رصاص أو أقلام خشبية أيضا نبر القلم ونجهزه وأيضا نمسك القلم بالشكل الصحيح الآن لدينا تطبيق عملي لرسم وتضليل مكعب لدينا هنا أدواتنا لدينا هنا الكراسة لدينا هنا الألوان الخشبية لدينا هنا أقلام للتحديد أيضا هنا ألوان اللي هو لامعة أيضا للتحديد أيضا هنا لدينا اللي هو ألوان اللي هو الباستيل أيضا للتضليل والتحديد لكن اليوم في درسنا بإذن الله سوف نستخدم اللي هي الألوان الخشبية ونستطيع إضافة اللي هو بعض الظل باستخدام اللي هو ألوان الباستيل في البداية نجهز اللي هو القلم الرصاص لدينا هنا للرسم ولدينا هنا المصدرة إذن في البداية نقوم برسم مكعبنا نحاول تكون جميع أجزاء المكعب ماذا؟ متساوية أحسنتم إذن هنا لدينا نجوز الأول وهنا الثاني وهنا الثالث وهنا الرابع طيب الآن نرسم اللي هو السطح بهذا الشكل أيضا سطح المكعب نريد أن نرسم مكعب ثلاثي أبعاد إذن هنا لدينا السطح مثل ما نشاهد أيضا نكمل الجزء الأول بالجزء الثاني بهذا الشكل من اليمين إلى اليسار الآن لدينا هنا الجزء الأخير بهذا الشكل طيب الآن الآن طلابي الضو سوف يكون اللي هو من الأعلى إذن هنا السطح سوف يكون هو اللون الأفتح فيكون اللي هو الضل في الجهة الأخرى اللي هو هنا إذن هنا ذكرنا سوف يكون الضو نشير له باللون الأصفر بهذا الشكل طيب سوف نختار ألواننا اللي همنا الألوان الخشبية سوف نختار لدينا هنا أزرق سوف يكون مكعب أزرق لكن سوف نأخذ اللي هو درجات اللون الأزرق سوف نأخذ السماوي وأيضا لدينا هنا الأزرق الغاب إذن هذه الثلاث درجات نشاهدها هنا مع المعلمة اللي هو باللون الأزرق سوف نلوم فيها اللي هو مكعبنا لهذا اليوم اللي هو ثلاث الأبعاد لنصنع زوايا الضو والضل لزاوية الضو سوف نستخدم اللي هو أفتح لون لدينا هنا اللي هو اللون السماوي ونمسك القلم ونقوم بالتلوين بهذا الشكل إذن هنا نلوم بهذا الشكل تكون بخطوط متوازن وهي تقنية تضليل التهشير المتوازن طبعا التلوين يكون هكذا أو هكذا لكن نختار الطريقة الأسهل إذن هنا لدينا نلون السطح بلون سماوي إذن درسنا لهذا اليوم مكعب ثلاث الأبعاد باستخدام تضليل بألوان خشبية ونتدرج في ألواننا واللون الأساسي لدينا هنا اللي هو اللون الأزرق إذن هنا لدينا السطح طيب الآن نأخذ لدينا هنا هذا سوف يكون لضلله الأزرق القامق بهذا الشكل وهنا لدينا الأزرق المتوسط سوف يكون على وجه المكعب نحاول نلون جميع الأجزاء بهذا الشكل نستطيع استخدام المسطرة ليسفل علينا التلوين إذن هنا بهذا الشكل وهنا أيضا جميع الأجزاء المسطرة تساعدنا أن نبقى داخل إطار المكعب إذن هنا لدينا آخر جزء في المكعب أو الوجه إذن هنا أيضا بقي لدينا الجزء الأخير اللي هو أيضا باللون الأزرق إذن نشاهد هنا تدرج في الألوان بين السماوي والأزرق المتوسط والأزرق الغامر إذن نشاهدها هنا مع المعلمة طيب الآن نستطيع استخدام اللي هو ألوان باستيل القليل لصنع ظل بهذا الشكل لأنها سهلة بالدمج مثل ما نشاهد هنا القليل وهنا القليل الآن سوف نقوم بالدمج بهذه الطريقة ونحاول أيضا دمج اللي هي الألوان الخشبية بهذا الشكل بهذا الشكل وأضفنا هنا في الزاوية اللي هو استخدمنا القليل من ألوان الباستيل وانتهت بدأ انتهى درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي توصياتنا الأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي اثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم جاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة